حالف مناهض للحكومة إذن يسعى لإسقاطها بالقوة أو عبر مفاوضات على أن تشكل حكومة انتقالية لاحقا ففي واشنطن أنشأ التحالف الجديد وقد ضم قوات تيجري التي تقاتل القوات الإثيوبية وحلفائها بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو وسبع مجموعات مسلحة أخرى الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية إنه الاسم المتفق عليه للتحالف الذي يسعى إلى إسقاط حكومة آبي أحمد علي أحد قياديي الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وسفير إثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة رأى أن التحالف يشكل في الواقع محاولة لإنهاء الوضع الذي وصفه بالرهيب والذي تسببت به الحكومة الصراع كان قد بدأ قبل عام عندما استولت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجري على قواعد عسكرية تابعة للجيش الاتحادي في تيجري فأرسلت الحكومة مزيدا من القوات إلى المنطقة الشمالية وفي علامة تشير إلى قلق دولي لافتن نصحت السفارة الأمريكية في هادس أبابا جميع الرعاية الأمريكيين بمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت ممكن هذا وكانت الحرب المستمرة منذ عام قد تسببت في مقتل الآلاف كما أجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم